يا رسول الله وقدوتنا لن ندعى الغرب يدنسنا لقد التقت رؤانا مع هذا الصرح الحضاري الذي هو مركز الدراسات للأصالة من خلال الغايات التي رسمها هذا الصرح أو هذا المركز وفي إطار هذا السلطقاء نحاول سدى ثغرة من ثغرات هذا الجهاد الذي نقوم به في وقعنا اليوم إيمان منا بأن العلم والقلم عمودان أساسيان في بناء الصرح الحضاري للأمة وعلى هذا الأساس نبتعد في توجهنا في معالجة القضايا الاقتصادية والمالية والإدارية للأمة من البحث في القطر المظرية لوحيها بل ننطلق من واقع بحسناته وسيئاته نحاول أن نبحث في خزاننا الفكري الحضاري ما يمكن أن يفلح هذا المجتمع لنقترح للمجتمع ثانية بكل شفافية وموضوعية الصورة التي مراها تخدم حقيقة هذا المجتمع في كل مجالات الاقتصاد والمال والأعمال هذه الظائرة كذلك متفتحة في المستقبل القديم إلى جموع الإخوة الراغبين في البحث في هذه المجالات ليس فقط الذين نعتقد أننا نلتقي معهم في رؤانات حتى الذين يعاوضوننا كالرؤى فنناقشهم بكل موضوعية وشفافية لنقدم الحلول التي تخدمها في المجتمع ذلك أننا نعتقد أن العلم وتلك حقيقة طردها علماء سابقا أن زكاة العلم إننا تكون قول أن العلم نموه يكون من خلال مشرك فزكاة العلم نشروه كما قرره لنابنا وعلى هذا الأساس نعتقد نحن في هذه الظائرة أن عملنا هذا سنتقاسمه نتقاسمه مع الغير بكل مركباته سواء المؤسساتية أو على مستوى الأفراد لنفتح مجال النقاش حتى يكون المجتمع في هذا المجال هذه فمحافظنا من خلالها نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفقنا لنا بخير البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله وقدوتنا لن ندعى الغرب يدنسنا